بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عزيزي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في درس من دروس مادة لغة الجميلة للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني عنوان درسنا لهذا اليوم الاستراتيجية القرائية الخطوات الخمس وسبق وأن تعرفنا على هذه الاستراتيجية وعلى خطواتها الخمس وتدربنا عليها في نصين مختلفين في الكتاب سوف أكمل معكم بمشيئة الله تعالى التدرب على هذه الاستراتيجية وكذلك قراءة أحد النصوص قراءة استراتيجية متعمقة مستخدمين الخطوات الخمس قبل أن أبدأ في عرض هذا الدرس نتعرف سويا على أهم أهدافه وهي يهدف درسنا لهذا اليوم إلى أن يتعرف الطالب على الاستراتيجية القرائية الخطوات الخمس ويطبقها بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ درسنا لهذا اليوم المطلوب منك أن ترتب الخطوات الخمس للقراءة كما تعلمت سابقا ستظهر أمامك الخطوات غير مرتبة حاول ترتيبها كما تعلمت أسأل أستطلع أقرأ أراجع أستذكر إذن هذه هي الخطوات الخمس للاستراتيجية القرائية المتعمقة هي هنا أمامنا ليست مرتبة المطلوب ترتيبها بحسب ما تعلمنا سابقا عندما أستخدم هذا النوع من أنواع القراءة فإنني أبدأ أولا بأستطلع أحسنتم ثم أنتقل بعد ذلك إلى الخطوة الثانية وهي أسأل ثم أنتقل إلى الخطوة الثالثة وهي أقرأ بعد ذلك أستذكر وأخيرا أراجع إذن هذا هو الترتيب السليم للخطوات الخمس للقراءة المتعمقة إذن نحن نتبع هذه الاستراتيجية للقراءة العميقة من أجل حفظ المعلومات واستذكارها عند الحاجة لها خطوات خمس كما ذكرنا تبدأ بأستطلع وتعني أن تقرأ النص وتحدد أفكاره الرئيسة وتضع عنوين لها أسأل وتعني أن تقوم بصياغة سؤال حول كل فكرة من فكرات النص ويكون ذلك بتحويل العنوان إلى سؤال أقرأ وهي الخطوة الثالثة حيث تعود للنص وتقرأه مرة أخرى ثم أستذكر وهذه الخطوة تعني أن تقوم بإغلاق الكتاب ثم الإجابة عن الأسئلة التي دونتها من الذاكرة أخيرا أراجع وهذه الخطوة الأخيرة تعني أن تقوم بفتح الكتاب وتأكد من موافقة إجابتك لما ورد في النص وكما يظهر أمامك الآن هذه هي أدوات الاستفهام التي نستخدمها عند صياغة الأسئلة والأسئلة مفاتيح المعرفة والإبداع نستخدم متى للسؤال عن الوقت أو الزمن أين ويسأل بها عن المكان كم ويسأل بها عن العدد أو الكمية كيف ويسأل بها عن الكيفية أو الحالة من وتأتي للسؤال عن الفاعل العاقل لماذا ويسأل بها لبيان السبب ما يسأل بها للفاعل غير العاقل إذن هذه عدد من أدوات الاستفهام نستخدمها عندما نصوغ الأسئلة تدرب عليها جيدا وصغ سؤالا يبدأ بكل أداة من هذه الأدوات حتى تستطيع أن تصوغ أسئلة سليمة سوف نتدرب على الخطوات الخمس حول قراءة هذه الفكرة أمامنا فكرة سوف نقرأها متبعين الخطوات الخمس التي تعلمناها ويحتاج جسمنا إلى الخضروات والفواكه لأنها من المواد المهمة التي تمدنا بالفيتامينات الضرورية للجسم أما اللحوم والأسماك والبيض فهي مهمة لبناء العضلات وتساعد على إمداد الدم بمادة الحديد ويحتاج جسمنا إلى الخبز الصحي المصنوع من الحبوب الكاملة كما يحتاج دوما إلى الماء لأنه يفقده بطرق كثيرة كما يحدث في العرق وغيره لذلك علينا أن نشرب حتى نعوض الماء المفقود هذه فكرة من نص سبق وأن قرأنا سوف نطبق حول هذه الفكرة الخطوات الخمس مبتدئين بأستطلع ثم أسأل ثم أقرأ ثم أستذكر وأخيرا أراجع إذن الخطوة الأولى أستطلع أقرأ الفكرة لأتعرف على الفكرة الرئيسة فيها وأضع عنوانا لها إذن بعد قراءتنا للفكرة السابقة وجدنا بأنها تتحدث عن الأطعمة التي يحتاج إليها جسم الإنسان للنمو السليم إذن الفكرة تتحدث عن الأطعمة التي يحتاجها جسم الإنسان سوف أصوغ عنوانا مناسبا لهذه الفكرة حتى نحوله في الخطوة الثانية إلى سؤال عنوان هذه الفكرة الأطعمة التي يحتاج إليها جسم الإنسان أنتقل الآن إلى الخطوة الثانية من الخطوات الخمس أسأل وهي تعني أن أصوغ سؤالا مناسبا للعنوان حيث نقوم بتحويل عنوان الفكرة إلى سؤال باستخدام إحدى أدوات الاستفهام إذن كما ذكرنا بأن الفكرة السابقة تتحدث عن الأطعمة التي يحتاجها جسم الإنسان وقمنا بصياغة عنوان لهذه الفكرة سوف نحول هذا العنوان إلى سؤال مستخدمين إحدى أدوات الاستفهام التي سبق عرضها السؤال المناسب للفكرة السابقة هو ما الأطعمة التي يحتاج إليها جسم الإنسان إذن الآن وصلنا إلى الخطوة الثانية استطلعنا الفكرة وكتبنا عنوانا مناسبا لها ثم انتقلنا إلى الفكرة الثانية وهي أسأل وصلنا سؤالا مناسبا للعنوان سوف ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة من خطوات الاستراتيجية القرائية الخطوات الخمس وهذه الخطوة هي أقرأ بمعنى أن أقرأ الفكرة مرة أخرى لأتأكد من مناسبة السؤال لها بإمكانك عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة إيقاف هذا الفيديو والعودة لقراءة الفكرة مرة أخرى لتتأكد من مناسبة السؤال الذي دوننا لها ثم نعود لنكمل هذه الخطوة إذن بعد قراءة الفكرة مرة أخرى يكون السؤال مناسبا إذا كانت إجابته واضحة في الفكرة عند قراءتها وعند عودتنا للفكرة السابقة وجدنا الإجابة واضحة إذن السؤال مناسب عنوان الفكرة الأطعمة التي يحتاج إليها جسم الإنسان هذه الفكرة التي قرأناها قبل قليل ووضعنا لها هذا العنوان سوف أنتقل الآن إلى الخطوة الرابعة وهي أستذكر بمعنى أن أجيب عن السؤال الذي كتبته من ذاكرتي أقوم بإغلاق الكتاب والإجابة من ذاكرتي من خلال فهمي لما قرأت إذن المطلوب في هذه الخطوة أن تغلق الكتاب أو أن توقف الفيديو ثم تجيب إجابة صحيحة من ذاكرتك عن السؤال الذي دونناه في الخطوة الثانية أجب من الذاكرة الإجابة من الذاكرة على السؤال الذي دونناه في الخطوة الثانية هو تحتاج أجسامنا إلى الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والبيض كما يحتاج إلى الحبوب والماء نحن هنا من الذاكرة استطعنا أن نكتب هذه الإجابة المختصرة سوف نعود الآن لنقارن هذه الإجابة بما كتب في الفكرة في الكتاب وقد نحتاج إلى بعض الإضافة التي نضيفها على إجابتنا لنستزيد من المعلومات إذن الخطوة الخامسة وهي أراجع وتعني أن أقارن إجابتي بما هو مدون في الكتاب أعود إلى الفكرة وأقارن إجابتي بما هو مكتوب في الكتاب الإجابة من النص نلاحظ طول الإجابة التي استطعنا كتابتها ونقلها من النص حيث أضفنا إليها بعض المعلومات التي لم نكتبها من الذاكرة إذن الإجابة الإجابة تقول يحتاج جسم الإنسان إلى الخضروات والفواكه التي تمده بالفيتامينات كما يحتاج إلى اللحوم والأسماك والبيض لبناء العضلات ويحتاج أيضا إلى الحبوب وشرب الكثير من الماء إذن هذه إجابة نموذجية استطعنا استخلاصها من الفكرة التي قرأناها وكما نلاحظ بعد كل هذه الخطوات الخمس بأن هذا النوع من القراءة يساعدني على حفظ المعلومات واستذكارها عند الحاجة إذن مثل هذا النوع من الاستراتيجيات القرائية الخطوات الخمس مهمة جدا لك كطالب علم حتى تستطيع أن تقرأ النصوص وتصوق عليها عددا من الأسئلة تختصر بها النص ثم تستطيع بعد ذلك استرجاع المعلومات التي تريد استرجاعها من خلال الإجابة عن الأسئلة أعزائي الطلاب والطالبات بنهاية هذا التدريب أكون قد وصلت معكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم مما استمعتم إلي ألقاكم في درس قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته